حدثني يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني راشد بن سعد عن عبد الله بن لحي عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم النفر وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ستني أنحرهن فاطفقنا يزدلفنا إليه أياتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها فسألت بعض من يليني ما قال قالوا قال من شاء اقتطع حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرعة الخولاني عن مسلم بن عبد الله الأزدي قال جاء عبد الله بن قرط الأزدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت عبد الله بن قرط